ما مسوركم حد على رأيكم فيه إذن هذا هو اللي بغينا نفهمكم كشعب مغريبي إلا عندك عكس ذلك عندك انتبهي أنه الصحراء مغربية وعندك من التاريخ ما يؤكد ذلك أعطيهن التاريخ كانت يجمعناه نحن بجوز في واحد الرقعة معينة أعطيهن هذا التاريخ اللي كان يجمعناه أعطيهن هذا التاريخ اللي كان يجمعناه بجوز أعطيهن هذا بجوز الثلاثة أعطيهن أيام المرابط أيام المرابط من هم المرابطة؟ هم انتجون أعطيهن لماذا يجي Dakar من ساريت الم geo من من وини echewon المرابطة تطور من من أن أعطيهن أنظ保هن من الصحراء هم جاءوا من الصحراء وعادت الصحراء مغربية هم جاءوا من الصحراء وعادت الصحراء مغربية من قبيلة لمتونة شوف 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 اسمحني اسبانيا دخلت 1884 للصحراء الغربية هل كانت هاي الأرض مغربية كما تدعوا شنو عدلتون تومك شعب مغريبي بشرت تضلوا الاستعمار الإسباني منها وحنا دافعنا خرجنا الاستعمار قال المسلمين ما حمش قال لكين في الإسلام وطيب الله خرجنا الاستعمار عاديل ياك اسمك عاديل اسمك عاديل ياك عاديل السؤالي هنا واضح السؤالي الكادري هذه الأرض فوتت فيها اسبانيا 92 عام قرن قرن وهي اسبانيا فيها انتوما كمغربية اش عدلتوا باش تطردوا الاستعمار الإسباني شوف انا ما تنظر نظر معك على إنسان عادي إنسان عادي إنسان عادي إنسان عادي بالفترة بالفترة السوية فترة السوية واش انت تتكلم لي تقول لي التاريخ الفترة شو بغيت انا الفترة شو عدل المفترة انتك قلت لي المكان الفلاني مغريبي أنا سولتك يا كان هذا المكان شهدت لنتك مغربي باش تدفع عنه كان سميت المغرب الأقصى لا تقول لي لا المغرب الأقصى شوف سميه المغرب الأقصى والله سميه المغرب ما هو أقصى أنا سولتك عن هذه الأرض شنو عدلت أنتو ما باش تدفع عنها 92 عام على خليتوا حتى 75 وركبتوا في الكاميونات وجيتوا من سؤال بسيط هذه الأرض اللي كانت مغربية علاها ما فيها لا عامل لا باش لا قايد لا أي دارة لا مش جيد مغربية لا مدرسة مغربية لا أقبر مغربي قبل 75 كيفاش هذه مغربية باش هذه مغربية واش مغربية واش أنت غير مكسل في الدار ربيضة ونت بكت تقول وانهر السنغال لي والدار ربيضة والصحراء لي والجزائر لي والصحراء الشرقية لي ونت بكسل في الدار ربيضة أنا نتكلم معك على التاريخ نتكلم معك على التاريخ وأنا نتكلم معك على التاريخ يعني الغريبية لو بصيت فاش كانوا ديكسابة يمشوا معك على المسارة الخضراء قال لهم الحسن تاني سيروح يوم أخوتكم سرات الرحيم هذه الصعودية هي الشيطة باش مشينا احنا، و содерж نية باش مشينا احنا اخوتكم مرائب الذين هاي الاخوة انظروا الاخوة، هذه الاخوة منين هي هذه الأخوة منهم مضريقة من المشزرة المضريقة منين هذي الأخوة من هذي 48 عام ومتيسرقو الناس وندي اخوة هذي الشنية هاي الاخوة تاشها اللي تتكلمو عنها واش بقيت في الوخوة واش بقيت في الخيط طpf واش نقول لك انأمشي انت خوك إيلا عاد خوك إيلا عاد خوك عندك علاقة به دائما دائما أنت تواصل معاه دائما أنك به علاقة دائما أنت زوره واش أنتواما واش ركبتو في الكاميونات كيف الغنم وركبوا في الكاميونات كيف الغنم كيف إيلا عي stewardship المنع في شي صوق من هذوك القارة هاز فيه البقار والغنم ماشي هز الناس مديهم سنحرر وجيتوا لاتخوهم يتطاح وصوروكم ورجعوكم يلا ورجعوا لهذه البلاد اللي جيتوا منها وتقولوا إخواننا اعطيني شي لقطة فيها هذو الناس اللي جوا في المسيرة عامقوا خوتهم الصحراويين في العيون اعطيني شي لقطة هذي أخواننا هذي أخواننا فينا وما هذي أخواننا شكل استقبالكم إخواننا يا عمار يا عمار أعطيني لقطة أنا ما أشفى ذلك لقيتها أعطينا لقطة أعطينا شي لقطة فيها أنه هذو اللي جوا في المسيرة تعامقوا مع هذو الصحراويين في الصحراوي أعطيني شي لقطة أعطينا شي صورة واش واحد جيلة طح ما دخل حتى حتى قدموا في الصحراة الغربية وارجعوا وتقول لي إخواننا شمان إخواننا هذي إخواننا أنتوما تعتبرونا إخواننا أنتوما تعتبرونا إخواننا أنتوما تطلعوا عن هنا هنا على أساس أنكم إخواننا نجح على أنه يتحكف عقولكم نجح على أنه يدخلكم من الأعقل وينجزع فيكم على أساس أنه هذو الصحراويين راهم أعداء وراهم هوا بقين يحومكم أرضكم وخاصكم يا عمار يا عمار يا عمار يا عمار بلا المغالطات نحن رأينا درسنا في الرباط ودرسنا في الدار البيضاء ودرسنا في مراكش لمغالطات فابور شن هي كايش حاجة فابور في المغرب ما كايش الفابور الفابور عند المالك عند ولد المالك عند منت المالك عند الوزارة عند ولد المسؤولين فابور هوا اللي عندهم الفابور مولانتو والصحراويين عندهم الفابور في المغرب مش قلت تكتبوه على أنفسكم خلوكم الكليشيهات كارتيات كارتيات اللي تعطيوكم كان مديش الآن أمبتخي واسمع عن الكارتيات الكارتيات الانعاش الوطني هذا الانعاش الوطني كان في الدر في مراكش في كل مكان إحنا ينسيدي قامت أعطونا الكارتيات أعطونا لأرضنا أعطونا لفوسفاتنا أعطونا لحوتنا ما أبغينا الكارتيات كارتيات تشبعوا بهم كم من كارتيات تتكلم عنهم إذن مشيت للصحرة الغربية أنا مشيت للعيون وسكنت مع الناس سكنت مع الناس صحراويين ودخلت معهم الديارة كيف سكنت معهم؟ أنا جميل تجارة مع من سكنت سكن فلوطي لا سكن مع الصحراويين ووكل معهم أخوتك يا أخوتك سكن معهم ووكل معهم وصرب معهم وشوف حالهم وشوف ما يخلصوا وشوف حالهم وشوف قاملته مش فيها وشوف دياره مش فيها ويكسعقوا للكارتية ولمات الكارتية زي ما نتوب بحال المخزن كريم مع الصحراويين اللي يوزع عليهم الكارتية ووزع عليهم الأموال يا أخي شوف حنا واقعنا لنا عارفينه وعارفين واقعكم ولكن حنا عنا جرء نقولوا واقعكم ونقولوا واقعنا ثم عندكم الكليشيات عندكم العناوين الصحراويين مستفدي ما من نحتاجين مستفدون عندكم اعطونا الله أرضنا أرضنا أعطوها خلونا نتكاثلوا فيها ولا نجوعوا فيها ولا نعطشوا فيها مشي تجونا انتم ما محتحتلونا تقول لي إخوتنا إخوتنا بالله عليك انت مصدق شحال عمرك انت الأخ عمر سمح لي 40 سنة انت 40 سنة تصدق انك بالمدنيين انت مشي تحرر بحد الأرض بلا سلاح بلا عصا بلا قرط عصا بلا موتا حتى فلاديمير بوتين حتى يدين المسيرة الكو اكرانية ويتهنين والسعودية تعد المسيرة اليمن السلام عليكم انا كم غريبي جيت بيتنسكن معكم بيتنجيب مرطي ونجيب أولادي ونجيب ترحب بي أخوكم مسلم عادوا لك جيب سياة صحراوية عادوا لك جيب سياة صحراوية تتسكن معنا لا بيتنجيب مغريبي مسلم نتسكن معكم كم غريبي مسلم ها ها لا تجي تعود مهاجر تعود أجنبي تعود أجنبي عندنا يطبق عليك لا يطبق عليك لا يطبق عليك بحال الطريق أخوكم مسلم جيتنا في إطار الدولة الصحراوية لا يطبق عليك مقانون الأجانبي لا تريد أن تبقى مغريبي يريد أن تعد صحراوية نعطيك الجيسية الصحراوية تعد حر معنا وتعد حتى تدافع معنا لكن نحن معركة ما هي الأكل نحن معركة الأرض عن معركة الكرامة والحرية هذه هي معركة الأولى عدت انتم معنا بالنفس الفكر مرحبا بكم سهلا نعطيك الجيسية الصحراوية تعد معنا مباركة رمضان حالينك ومعلكم مرحبا عالينك ترجمة نانسي قنقر